التاجر الأسود يحكى أن تاجراً تزوج من ابنة عمه التي عرفت من الوفاء كان الزوجان يعيشان في غاية السعادة والهناء كان الزوج يخرج كل يوم إلى متجره ويعود عند الغداء وعند العشاء فتعترضه زوجته الجميلة بافتسامتها الحلوى فتنسيه أدعاب يومه وصادف أنكسدت السوق بمدينته فقرر السفر إلى مدينة أخرى للمتاجرة فحمل عديد البضائع ونزل بمدينة يحتكر التجارة فيها تاجر أسود اللون يسمى بالتاجر الأسود الذي كان يتلقف كل تاجر زائر للمدينة يشترط عليه التنازل عن كامل وضاعته إذا ما خسر وكان هذا التاجر الأسود بارع في لعبة الشطران وكان ينتصر على كل تاجر زائر فيسلبه بضاعته وجاء دور التاجر الجديد الذي كان أبرع منه في هذه اللعبة إذ لعب معه عديد المرات وكان التاجر الأسود ينهزم في كل مرة فأصبح حائر في أمره فطلب من ضيفه أن يشرح له سبب مجيئه فقال له تحملت التعب وتركت زوجة وفية لا رفق لها سوى خادمتها والتي لا تغادر الدار أبداً ولا يعرفها أحد من أهل المدينة أو يعرف عنها شيئاً فقال له كيف يحدث هذا فأنا قادر على جلب شيء من ملابسها فاستنكر التاجر الضيف ذلك فقال له التاجر الأسود لندخل إذن في رهان فإن جلقت لك شيئاً من ملابسها أصبحت كل بضائعك تابعة لي وإن عجزت عن ذلك أصبحت كل ممتلكاتي من نصيبك واتفق الأثنان على هذا الرهان سافر التاجر الأسود إلى مدينة التاجر الجديد وزأل عن منزله فوجد بابه وقد غطته الأعشاب في دلالة واضحة على أنه لم يفتح منذ فترة طويلة ومكث أياماً وأياماً وهو يمني النفس بفتح الباب ورؤية الزوجة لكن مرت الأيام دون جدوى حتى كاد ييأس من محاولته ويعود إلى مدينته ويعكرف بفشله ويخسر كل أملكه لكن في تلك اللحظة مرت أمامه مرأة عجوز وسألته عن سر بقائه لعدة أيام أمام هذه الدار فأعلمها بالأمر ووعدته بالحصول على مبتغاه فأصبحت العجوز تدق كل يوم على الباب وهي تطلب من صاحبة الدار أن تعيرها حرامها لتتزين به ابنتها العروس الفقيرة حتى حن قلب المرأة ورمت لها بالحرام من فوق السطح ففرح التاجر الأسود بذلك وجاز العجوز وأسرع بالرجوع إلى مدينته ولما وصل إلى صاحبه مد له الحرام فدهش التاجر الجديد وحزن لا لضياع ممتلكاته ولكن لتصرف زوجته التي تعطي لباسها إلى رجل غريب خسرت تاجر الضيف كل ممتلكاته وأصبح عبدا للتاجر الأسود نمى الخبر إلى ابنة العم فسافرت إلى المدينة التي أصبح فيها زوجها عبدا وحملت معها تسع وعشرين من العبيد بعد أن استخرجت طابعا وضبعتهم بظهورهم في إشارة على أنهم ملكا لها ونزلت بحمولة من البضائع فتلقفها التاجر الأسود واستضافها كما يفعل مع كل تاجر جديد ولكنه لم يتفطن إلى تنكرها في زي رجل وفي غفلة منه تست في طعامه مخدرا فنام وضبعت بظهره نفس الطابع ومن الغد ذهبت إلى القاضي وقالت له يا سيد القاضي لي ثلاثين عبد هرب مني واحد وكلهم مضبعون بنفس الطابع في ظهورهم وقد وجدت هذا العبد الهارب بمدينته فطلب القاضي إحضار التاجر الأسود الذي وجد لديه نفس الطابع بظهره فأمر بإرجاعه إلى صاحبه رفقة كل ممتلكاته وعادت ابنة العم بكل أملك زوجها وأملك التاجر الأسود بما فيها من عبيد من بينهم زوجها ولما وصل الجمع إلى الدار تعجو صاحبها بما رأى فلم يفهم شيئا إلا بعد أن رفعت زوجته النقاب وكشفت الحقيقة فعادت إلى زوجها ممتلكاته وخسرت تاجر الأسود المحدان كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر